أحسن الله عليكم وبارك فيكم يقول السائل من فاتته صلاة الجماعة في المسجد بسبب غلبة النوم هل عليه إتيان المسجد لإعداء الصلاة مع غلبة ظنه أن الصلاة قد انتهت أم يصلي في البيت منفردا؟ المشروع له أن يذهب إلى المسجد ولو غلب على ظنه أنه سيصلي وحده لأنه إن فعل يُكتب له أجر الجماعة يُكتب له أجر الجماعة فإن دخل المسجد ووجد جماعة ثانية تصلي فإنه يجب عليه أن يصلي معهم وقد شرحنا هذه المسألة فيما مضى أعني مسألة الجماعة الثانية نعم ترجمة نانسي قنقر